وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 362 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 84 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأسعار من السعر الرسمي تم ضبط 260 طن وفي مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 17 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 386 قضية من بينها 116 قضية خبز نقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابقة وذلك في غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات 353 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر